مع تصاعد حدة الاحتجاجات الرفيضة لتكليف محمد توفيق علاوي لتشكيل الكابينة الجديدة وحدة العنف ضد الاحتجاجات لا يزال المتظاهرون يطالبون بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بعيدا عن أجواء السلاح والتدخلات الخارجية بات المشهد السياسي بالنسبة إلى القوة السياسية معقدا في حين تعاول بعض القوى المناوئة للحراك الاحتجاجي على المماطلة وكسب الوقت جاء الرد سريعا من النجف داعما لمطالب المحتجين الانتخابات المبكرة هي الهدف الأساسي لهذه الحكومة وأن تكون توقيتاته وأسقفه الزمنية لا تبتعد عن المعقول أي أن لا تتعدى السنة في أغلب الأحوال واحد من أهم عوامل رفض الكتل السياسية للانتخابات المبكرة الجو الشعبي العام المناهض لكل الطبقة السياسية الحالية الذي يعني التراجع الكبير للحاضنة الانتخابية لتلك الكتل وهذا ما سيضع عقبات كثيرة أمام الرئيس المكلف بالاستجابة لمطالب المتظاهرين المفروض الآن تجري مفاوضات جدية مع قادة المتظاهرين والتفاهم معهم حول اختيار رئيس وزراء كفو مهني وطاقة ومزاري كامل بعيدا عن شروط الأحزاب ولجانهم الاقتصادية التي ابتزت البلد بشكل كبير وصلت أرقام خيالية الفساد أكثر من 400 مليار دولار وتتضارب الرؤى البرلمانية حول جدية الكتل السياسية بحل البرلمان والشروع بإجراء انتخابات مبكرة في حين يرى نوابنا أن غالبية الكتل متفقة حول هذا الموضوع يؤكد آخرون أن كتلا برلمانية عدة لديها هواجس من إجرائها وتعمل على المماطلة والتسويف فراس الدليم قناة الفلوجة بغداد